سائل جمال على كل الحلوين وكل العريس وكل الستات عايزة تبقي في العيد فل شامعة منورة ركزي معي في حمام العروسة الحمام المغربي على أصوله ركزي معي ركزي يسمينة هتكسابي أهلا بكل الحلوين كلكم بقى ايه كل العريس والستات طلبت مني فيديو للحمام المغربي عشان على العيد ننور وطبعا مش في العيد بس يا ستات على طول كده عشان جوزك على طول يبقى فرحان بكي وبدل ما يروح يقعد على القهوة يلزق لك في البيت ونتكلم على حمام العروسة الحمام المغربي اهم حاجة بصوا بمنطقة البساطة ومن غير تعقيدات ومن غير خطوات كتير وبقى قال للخطوات كده بامر الله هتبقي ايه حاجة كده ايه جميلة والريحة بقى والنعمة وهتبقي زحليق هتبقي ايه زحليق وهتدعي لياسمينة من اول الفيديو كده لايك حلوة يا ستات ونبدأ على طول عشان الكلام كتير قوي اهم حاجة في حمام العروسة نوع الصابون المغربي او الصابون البلدي اللي انت هتستخدميه انا دلوقتي انا بستخدم نوعين وانا هوريكوا شكلهم دلوقتي هم دول النوعين اللي انا بستخدمهم اللي اتنين مراكن اويل طب ايه الفرق بين ده وبين دوت دوت ده بزيت الزتون وده بزيت الزتون بس دوت تقيل عامل زي الشحم لكن دوت بصوا مرسوم عليه ايه مرسوم عليه العين الجمل هم طحنين معاه اشرة عين الجمل مش الاشرة الخارجية يا بنات يعني ايه العين الجمل كده القشرة الخارجية دي بيبقى جوا بقى لما بنطلع العين الجمل بيبقى فيه قشرة كده ما بين فص عين الجمل القشرة دي مليانة زيوت مغزية للبشرة عايزة اقول لكم هتخلي بشرتك وهمية ونصيحة ياسمينة بقى اللي بتقولها لكل البنات والستات لما تيجي تشتري الصابون البلدي اشتريه من هايبر كارفور سبينيس اولاد راجب بلاش تجي بيه من الصيدلية ليه بقى؟ ده انا جبته من الصيدلية ده انا جبته من الصيدلية بيكان ب 97 جنيه دوت ربع كيلو ده ربع كيلو هو بيغض كتير قوي على فكرة بصوا ده عامل زي الشحم كده ايه تقيل بناخد يدوبك معلقة بنمشيها على جسمينا كله بتقضينا طيب انا جبت بقى ده ده منين؟ انا جبت ده من هايبر وهحطلكو ساعة ما كنت بشتريه من هايبر ده انا جبته من هايبر البطرامان ده كيلو ب100 جنيه يعني دوت ربع كيلو ب97 جنيه ودوت كيلو او نص كيلو يعني مش عارفة المهم يعني ده كله ب100 جنيه فطبعا العبوة دي اوفر قوي طب ايه الفرق من ده ده؟ ده من كتر ما هم طحنين معاه اللي هي الاشرة بتاعة العين الجمل يعني عايز اقولوكو سايل كده وقلي وتحطيه على جسمك كده تلاقيه بيتفرد بمنتهى السهولة اللي اتنين حلوين بس انا حبيت ده وانصح بديه جدا 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 انا طبعا ايها بغدل الدنيا هنا عندي بس انا عشان اواريكو ايه شكله بصوا بصوا يعني ايه بصوا تحس ان هو سايل ازاي فبيبقى سهل قوي في الفرد وحطينا عليه زي بصوا لونه عامل ازاي بصوا عامل ايه بصوا اول ما مسكت الكيس بصوا شايفين معايا حطينا عليه كوركم او عصف حاجة كده اللي هو العصف دوت اللي هو العصف الفرسي ده عشان لما تدهيني بي جسمك كده تلاقيه ان جسمك لونه وردي يعني يا اما كوركم يا اما عصف انا مش متأكده بس المهم ان هو حلو ورحته حلوة كل حاجة فيه حلوة فانا ده من هايبر من كارفور زي ما انتو حابين يبقى زي ما قلنا اهم حاجة في الحمام المغربي الصابون البلدي او الصابون المغربي بعد كده الليفة اهم حاجة الليفة طيب ايه ده شكل الليفة العلبة دي لما انا اشترتها بيدهلك في علبة كارتون كده فيها ليفة سودة هي لطيفة وحلوة بس ممكن تستخدميها 3-4 مرات وبعد كده ايه بيت نعم حاولوا انتو دوروا على مكان فيه ليفة مغربية بس الليفة المغربية بصوا يا بنات هي زي القماش يعني هي ايه زي القماشة كده ومندخل فيها ادين هي بصوا قماشة هي مش مهم لونها يعني ايه دي بقى هي لونها خضرة بس برضو ليفة مغربية بصراحة دول كانوا جايين لي من فرنسا وانا لحد دلوقتي ملقتش مكان يعني اعرف اقول لكم هاتوا منه ليفة مغربية يعني انا مسلا روحت الصيدلية لقيت الليفة المغربية دي جبتها قلت يمكن تبقى تطلع كويسة خيوط بلاستيك كده لو مشتيها على جسمك دي هتجرح جسمك وتبهدل جسمك يعني دي تنفع ليفة موعين انا حبيت اورها لكم اوه وحد يجيب الليفة المغربية دي ويستخدم يقولك ما هي هتعمل لي جسمي دي هتقطع جسمي خارج دي تنفع تنظفي بها حيطان المطبخ البوتجاز لكن الليفة هي عبارة عن قماشة خشنة قماشة خشنة عادي بنبلها في المياه ونبدأ ايه نفرق بيها جسمنا طيب خطوات الحمام المغربي هندخل الحمام هنقفل الشباك نفتح المياه اللي هي السخنة العادية مش مياه مغلية ولا سخنة جامد لان احنا مش عايزين نتسلق جوه البني وانحنا عايزين ننزل مياه سخنة على جسمنا مش سخنة قوي عشان يعني ايه يقولك ايه سخنة اقصى حاجة انا معترضة خالص على كل الفيديوهات اللي بتقول للستات مياه سخنة على الاخر خالص لا معنش مياه عادي لياه السخنة العادية انا مش يعني مش عايزة احرق جسمي ولا سلق جسمي وافضل واقفة تحت كده المياه او لو انا شوية هاملة البني ووقعد فيه ربع ساعة براحتك خالص بعد كده بنمسك المعلقة من الصابون المغربي ده كده كده واروح ايه مماشية على كل حتة في جسمي رقبتي وتاندر ارمو بيكيني ومن ورا ومن قدامه وكل كل كل التناية وكل منطقة في جسمي امشي بيها كده ايه وبقى ايه تكة من تكات ياسمينة لما تيجي تفريدي ما تعمليش كده على جسمك لا اعملي بكده يعني اعملي الصابون بدل ما هتدلكيه ببطن ايدك كده لا دلكيه بصوابع كده عشان الصوابع اللي هنا دي تنضف كده وتقشر مع ايه الدعك دوت وانتي لسه بتدعكي ايه الصابون هندعك كده كل ايه كده هو كده هو عشان دول ايه دول ينضفوا هندعك كده هو ونسيب الصابون خمس دقايق وبعد كده نشطف نشطف الصابون كويس جدا وبعد كده نمسك الليفة المغربية فيه ناس بتقولك ايه حطيها في مية وخل عصوري عليها نص لامونة انا معترضة خالص على موضوع اللامون والخل لان فيه بنات وستات كتير بشرتهم حساسة يعني انا نفسي لما اللامون بعمل الصرطة وبيجي على ايدي بيحرقني على ايدي فانا حطة اللامون والخل دي مش موافقة عليها انا عادي بالبس الحمام الكيس كده في ايدي وبعد كده ابدأ بقى بحركات دائرية من اول صوابع ايدي وانا طلع كده كده من هنا هو من تحت رقابتي اه اثاية تحت السدر كل منطقة في جسمك تمشي عليها كده تلت اربع خمس مرات الرجلين من تحت كده صوابع الرجلين كله 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 دعك 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 هينزل كمية فرق فضيعة يعني يعني انا الناس اللي بتقولي ما بينزلش فرق اكيد يا اما الليفة نعمة خالص يا اما انتي ما نقعتيش جسمك حلو يا اما نوع الصابون المغربي وحش لكن طبيعي ان انا هبللي جسمي حلو هحط عليه الصابون المغربي هفر الجسمي لازم هينزل فرق وغالبا يعني هحط لكم المقطع اللي انا كنت لسه عاملة وابيل لكم الفرق ده وسور يعني على المنظر بس ده يعني ايه عند كل البنات والستان السؤال بقى المهم جدا اللي كله بيسألني عليه اعمل ازالة شعر وبعدين اعمل حمام مغربي ولا اعمل حمام مغربي وبعدين يعني ازالة الشعر امتى لو حضرتك هتعملي سويت اعملي الحمام المغربي وتاني يوم اعملي سويت لان جسمك بشرتك هتبقى لسه ملتهبة شوية من الحمام المغربي فما يفعش اعمل سويت يبقى اعمل حمام مغربي و بعد عبيوم يعمل سويت طب انا ما بعملش سويت او واقس او شامع ياسمين انا بعمل شيفنج او حلاقة او بالموس والبنات اللي سألتني في انواع الامواس ادي يا ستي الامواس اللي انا بستخدمها ادي ادي هي ده جلت ودي ايه ودي جي على فكرة دي فينوس ودي يعني جلت هي الشركة يعني دي جلت ودي جلت بس دي جلت نوع مسلا معين ودي جلت فينوس عايزة تستخدمي دي اوكي عايزة تستخدمي دي اوكي على حسب ما قدرتك انت دي انا كنت جايبها من هايبر ب18 جنيه كان عليها عرض هيك ب35 نزلة ب18 ديت انا كنت جايبها هي فيها من جوه راسين اهي جايبها ب70 جنيه انا معطاردة على اي نوع امواس اي كلام كده ما يعني ايه مش يعني هتيجي تستغنيمي هيبقى تلم ومش هينوبك اللي انت هتجراحي جسمك جيلت دي زيها زي دي يعني ديت هي ديت هي هي دي نفسي شركة جيلت بس دي الرجالي ودي الحريمي من الاخر كده يا بنات ديت تستخدميها اندر ارب وبكيني لكن اللي هي راسها كبيرة دي للجسم يعني انا ما انصحش ان الكبيرة دي تستخدميها في المنطقة الحساسة لان المنطقة الحساسة صغيرة وعايزة حرص كده وعايزة بالراحة فديت تنفع للجسم كله وخصوصا لبيكيني والاندر ارب لكن اللي هي ديت ممكن تعملي بيها الجسم كله هي الشفارات بتاعتها اعرض شوية فها بتسهل ايه في الجسم فكل واحدة ويمكانياتها وما فيش حد يستخسر في الموس اللي هي تستخدميه احنا ده مش هنستخدمه بنرميه احنا هنستخدمه كذا مرة تلات اربع خمس مرات طالما الموس السلاح بتاعها كويس خلاص هشتغل به يعني انتوا معتقدين ان انا مسلا هاجبها وهرميها وبعدين دول خمسة بعشرين جنيه يعني هي الواحدة تقريبا ب3 جنيه مش غالية لكن انا ما اروحش اجيب بقى انواع تانية تلمى والتجرحل بجسمي وبنستخدمها كزا مرة يعني دي مكتوب على انها تستخدم مرة واحدة وتترمي لا انا بستخدمها كزا مرة طالما الموس كويس وطالما انا نضفتها رشت عليها كحل خلاص بحرميها ليه تمام اوكي خلاص يبقى عملنا الفرقنا جسمينا هنزلنا على جسمينا ميا نزلنا الفرق ده بعد كده هوت احنا بقى عايزين نعمل شيفنج او حلاقة او بالموس هنعمل ايه هنروح جسمينا انا كله كده مصبنينه بادينا كده نحط الشاورجل ونعمل على جسمينا انا بستخدم الباولز استخدمي انت لوكس استخدمي اي حاجة انت عايزها جسمي كله كده ايه امشي عليه وبعد كده ابدأ امسك بالموس اللي هو مع اتجاه الشعر يعني كده اهو مع اتجاه الشعر فيه ناس بتعمل مع اتجاه الشعر وعكس اتجاه الشعر عشان تناعم يعني مش محتاجة قاعد ممكن تعملي كده وترجعي تاني ايه العكس كده براح تجربة ايه خالص يبقى انا كده عملت الشاورجل على جسمي والموس فيه بنات بتقولي لا انا بشرتي حساسة انا عايزة حاجة غير الشاورجل هنعمل ايه هنحط البلسم البلسم بقى ده ملوش حل وحلو جدا اي نوع بلسم عندك بلسم بتاع بيبي جونسون اي نوع بلسم هتعملي وتروح يعمل جسمك كله بالبلسم واروح ماشيا برضو ايه ماشيا ايه بلموس عليه يا ياسمين البلسم غالي عايزين حاجة ارخص من البلسم هنقول تكت ياسمينة الحاجة الارخص من البلسم انا جبت العبوة دي كان فيها عندي سبغة وحطيت عليها شاورجل وحطيت زيت بيبي جونسون شاورجل وبيبي جونسون رجتهم بقوا بلسم خلص استخدمي زي البلسم على جسمك منها هيعمل ترتيب ومنها كمان هيمشي ايه الموس ايه بسرعة طيب ممكن بقى يعني ايه بعد ما تعملي ده كله فيه فيه ناس بتقول ايه ممكن تعملي بقى ايه موسك موسك سدر موسك على وشك مش عارفة ايه موسك على جسمك اللي هو الطامية المغربي لا كفاية قوي كده بلاش نرهق الجسم جامد حلوة قوي كده بعد ما هنعمل ده كله الترتيب طيب هنرطب بايه عندك اللي هو نيفيا بيبي جونسون اي حاجة على جسمك كده ايه حطيها البنات وستات اللي في المغرب نحط زيت الارجان ايكريم نحط لوشن انا جبت هول لوشن اللي دكتورة سارا كانت كاتبهولي اسمه ريكانو لوشن ريكانو لوشن حلو جدا ده الجسم حلو قوي يبقى عايزة تستخدمي اي مرطب عندك زيت الاطفال بلاش زيت الاطفال بلاش اللي احسن من زيت الاطفال زيت زيت الججوبة لو واحدة بقى بتحب الزيوت الطبيعية وانا ده حلو جدا ولا لي ريحة وجميل ويعني اكتبي زيت الججوبة هو داخل في كل المستحضرات الطبية هنعمل كده زيت الججوبة ونحطه على جسمنا كله طب امتى يا سمين بقى هنعمل المسكات اللي بتعمل توحيد للون البشرة وسواء بقى الطامي المغربي او مسك الترمس والستات اللي سألتني من العراق والخليج هو ايه الترمس ده طبعا انا عملت فيديو توحيد مسكات توحيد لون البشرة مسك الترمس مسك دقيق الشوفان مسك الروس هحطه لكم فيه صندوق الوسط ايه دي الترمس بصوا ده شكل الترمس هو بصوا شايفين شكله ايه هو ده الترمس بس هو عند العطار ترمس بلدي مطحون هو العطار بيبيعه مطحون طب اللي مش عارف يجيب الترمس دوت هيستخدم ايه هيستخدم الحمص ادي الحمص يبقى يا اما الترمس يا اما الحمص وهو بيتباع عند العطار مطحون ايه وتطحنوه انتو هو بيتباع عند العطار ترمس او اه حمص مطحون ترمس او ايه حمص اه مطحون ده بقى بنعمله ايه في يوم تاني يبقى بلاش ان احنا ايه ايه الازالة شعر مع حمام مغربي مع اه مع مص عشان ايه ما نتعبش ايه جسمنا هنعمل الحمام المغربي عايزين نعمل شيفين نعمل شيفين ممكن تاني يوم او بعدها بيومين نعمل ايه المص كده بقى ايه هنجيب كده الترمس المطحون انا على طول ببقى حطاه كده عندي في اي علبة في الحمام ونحط الترمس المطحون وقلنا هنحط عليه ماء ورد او ماء زهر ونخلطه ونحطه على بشرتنا وجسمنا كله كل جسمنا تحطه على كل الجسم والمنطقة الحساسة والوش وكل حاجة ونسيبه كده ايه ربع ساعة ربع ساعة وبعد كده نبدأ بقى نفرج فيه كده بحركات دائرية لو كل اسبوعين عملتي الموضوع ده الحمام المغربي والروتين ده اوعدك جسمك هيبقى فلة شمعة منورة وهتبقي حاجة كده ما شاء الله لك واتا إلا بالله لايك حلوة لياسمينة واكتبوا لي بقى تعليق حلو يارب الفيديو يكون عجبك وشكرا لكم